متاهة مصر الأديمة المفقودة هرم هورة لألاف السنين المتاهة الكبرى لمصر الأديمة فضلة أسطورة العالم بس دلواتي بيبحث علماء الأسار عن التاريخ المفقود والعلامات المسيرة للاهتمام لوجودها الحقيقي بس أبل ما نبدأ في حلقة النهاردة لو لسه جديد فما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تصلك حلقتنا أول بأول وما تنساش تصلي على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وبدون ما طول عليكم يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة كانت المتاهة الكبرى لمصر الأديمة عبارة عن مبنى ضخم بارتفاع طبيقين وجواها كان فيه 3000 قوضة مختلفة وكلها متوصلة بعضها بشكل ما بيتصدقش من خلال متاهة كده متعرجة من الممرات شديدة التعقيد معمولة بحيث أن مستحيل حد يدخلها ويعرف أنه يطلع منها من غير مرشد في الطابق الأول كان مستوى تحت الأرض وبيستخدم مقبرة للملوك وفي الطابق التاني كان سقف كده ضخم مصنوع من صفيحة حجرية عملاقة واحدة وصفها عدد كبير من الكتاب القدامى بعد ما شافوها بنفسهم ولسه بعد 2500 سنة إحنا مش متأكدين من مكانها بالضبط وأقرب حاجة لقيناها شبهها هي هضبة حجرية ضخمة عرضها 300 متر وبيعتقد البعض أنها كانت في يوم أساس المتاهة المفقودة ورغم كده الطوابع العليا للحيكل كلها فقدت عبر العصور كشف السر من قبل هيرودوت وبالنسبة لهيرودوت زي وزي كتير من اليونانيين كانت مصر أرض ما بتتوقفش أبدا عن الدهشة وإصارة الإعجاب كانت بالنسبة لهم أرض ليها عادات غريبة ونباتات وحيوانات غريبة وجوغرافيا غريبة أكتر وهم حاجة كانت أرض الإنجازات المعمرية الرائعة وشاهد هيرودوت بنفسه كتير من العجيب المصرية وكمان المتاهة المفقودة ووصفها بدقة شديدة في كتابه الثاني التاريخ كتب هيرودوت عن المتاهة في القرن الخامس قبل الميلاد وقال بالنص لقد رأيته بالفعل عمل يتجاوز الكلمات لأنه إذا قام أي شخص بتجميع مباني الأغريق وعرض أعمالهم فإنهم سيبدو أقل في الجهد والتكلفة لهذه المتاهة حتى الأهرامات لا يمكن وصفها بالكلمات وكان كل منها مسويا للعديد من أعمال الأغريق الجبارة ومع ذلك إن المتاهة بتتجاوز حتى الأهرامات بيحتوي على 12 فناء مغطاة 6 على التوالي تواجه الشمال و6 جنوبي بوابات النطاق الأول المواجهة تماما للبوابات الأخرى في الداخل بيتكون المبنى من طبيقين وبيحتوي على 3000 غرفة نصها تحت الأرض والنص الآخر فوقها بالضبط تم نقلي عبر الغرف في الطبيع العلوي لذا فإن ما سأقوله عنهم هو من ملاحظاتي الخاصة لكن الغرف الموجودة تحت الأرض لا يمكنني التحدث عنها إلا من التقرير لأن المصريين المسؤولين رفضوا السمح لي برؤيتهم وتحتوي على قبور الملوك اللي بنوا المتاهة وكذلك مقابر التمسيح المقدسة الغرف العلوية على العكس من ذلك رأيت بالفعل ومن الصعب تصديق أنها من عمل الرجال كانت الممرات المحيرة والمعقدة من غرفة لأخرى ومن محكمة لمحكمة عجيبة لا تنتهي بالنسبة لي حيث انتقلنا من فناء إلى غرف ومن غرف إلى صلاة عرض ومن صلاة عرض إلى غرف أكتر ومن هناك إلى المزيد من الأفنية سأف كل غرفة وفناء ومعرض بيشبه الجدران الحجرية الجدران مغطى بأشكال منحوتة وكل فناء مبني بشكل رائع من الرخام الأبيض وبيحيط بيصف من الأعمدة ده كان كلام هيرودوت عن المتاهة وكمان وضح هيرودوت في كتابه التاريخ أنه تم تدمير المعبة ده من ألفين سنة ومتبقش منها غير الأجزاء الظاهرة في المقدمة والفترة طويلة جدا فضل الموقع الحقيقي للمتاهة الكبرى مش معروف من الوقت اللي زار هيرودوت فيه متاهة مصر الأسطورية من حوالي ألفين وخمسمائة سنة واختفى المبنى في ضباب الزمن وفي سنة ألف تمنمية تمانية وتمانين حدد البروفيسور في لندريس بيتري الموقع الفعلي للمتاهة المصرية في حواره وباية الأساسيات الأصلية كافية أنها تسمح بتحديد حجم واتجاه المبنى تقريبا وكان طول المتاهة حوالي 304 متر وعرضه 244 متر كانت كبيرة جدا لدرجة أنها تقدر أنها تستوعب معابد الكرنك والأقصر العظيمة هرم هوارة هو واحد من أهرمات مصر بنا فرعون مصر من محات الثالث من ملوك الأسرة الاثناشر بقارية هوارة على بعد 9 كم جنوب شرق مدينة الفيوم وهو مبني من الطوب اللبن المكسي بالحجر الجيري كان الارتفاع الأصلي للهرم 58 متر وطول كل ضلع 105 متر ومفضلش من ارتفاعه دلوقتي غير 20 متر تعالوا بينا نتعرف على هرم هوارة بيحتوي الهرم على دهليز وحجرات كتير بتنتهي بحجرة الدفن ووجدوا فيها تابوت حجري ضخم جدا من قطعة واحدة من حجر الكوارتزيت وازناها 110 طن وباب الغرفة كان مقفول بحجر ضخم جدا بيقفلها صغطا عن طريق تسريب رمل تحته لغرفتين صغيرين جانبين كل المتاهة دي علشان الحرمية ما توصلش لحجرة الدفن ولما الحرمية ما عرفوش يدخلوا الحجرة من الباب ده بس على مين الحرمية قدروا انهم يدخلوا من فتحة في سقف الغرفة وبعد ما سرقوها ولعوا فيها كمان وحرقوا الاساس الجنائزي اللي فيها من كتر غزهم من المتاهة دي دفن امنمحات الاخير وفي هوارة كان فيه قبر هرم كده سليم لنفرو بتاعه بنت امنمحات السالس وقبرها ده كان على بعد حوالي 12 كيلو متر جنوب هرم الملك وبيعتقد ان المعبد الجنائزي الضخم اللي كان في الاصل جنب الهرم ده شكل اساس مجمع المباني مع صلاة العرض والفناءات اللي اطلق عليها هيرودوت المتاهة وفي سنة 2008 علماء الاصار اللي بيعملوا في بعسة ماتة قاموا باكتشاف مزهل تحت الرمال لما قاموا بمسح اجزاء من منطقة القاعدة في هوارة ووجدوا اقتراح قوي للغرف والجدران المعقدة بسمك عدة امطار تحت السطح لعمق كبير جدا واكدت نتائج فريق البحث وجود معالم اسرية جنوب هرم هوارة وازهرت عمليات المسحة جدران عمودية بسمك متوسط بيبلغ عدة امطار واللي كانت متصلة وبتشكل عدد كبير جدا من الغرف المغلقة وفي النهاية ظهر المتاهة العظيمة لمصر الاديمة وشاهدوها بنفسهم كتير من المؤرخين العظماء لالاف السنين الماضية ورغم كده ضاعت المتاهة في رمال الصحراء وفضل وجودها المادي مش معروف لأكتر من 2500 سنة وفي القرن الواحد وعشرين اكتشفنا انقاض تحت الارض بتظهر متاهة تحت الارض بالضبط زي اللي وصفها الكتاب القدامى بس هل هي المتاهة الكبرى الفعلية لمصر الاديمة ولا لسه المتاهة محاطة بغموط تاريخي ما تنساش تقول لنا في الكومنتات رايك وبكده بتكون خلصت حلقتنا النهاردة ما تنساش لايك وكومنت واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك حلقاتنا اول بأول كان معاكم محمد كمال من قناتكم مزهل ومدهش دمتم في امان الله مع السلامة